السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله كل اوقاتكم اصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال في خضم دراسة وعرض مواضيع الخرائط الصخرية وبسبب عدم وضوح بعض المفاهيم الهامة لدى بعض الاخوة وددت ان اقدم لكم حالة واقعية من تحليلي لاحدى الخرائط الصخرية متدرجا في هذا العرض من موضوع مقياس الرسم ومنتهيا بموضوع تحديد نقاط الصفر على ارض الواقع لبعض معالم هذه الخريطة الهدف ايضا من ان اعرض امامكم هذا التحليل هو ان ارد على من يدعي ان تحليل الخريطة الصخرية في غاية السهولة ويمكن تعلمه من الميدان في يوم وليلة وكذلك تصحيحا لمفاهيم خاطئة وشائعة بخصوص تحليل الخرائط الصخرية من حيث انها لا تخضع لقياس المسافات حسب ادعائهم حيث ان هذه المعلومة ايضا من الاخطاء القاتلة والمضللة فالخريطة الصخرية تعتمد على قياسات دقيقة لا يفقهها الا متخصصون في الحساب والرياضيات والجغرافية هناك خرائط اخوة الافاضل عمرها الاف السنوات وهناك خرائط قد تكون ابعد في التاريخ من هذا العدد من الالاف من السنوات الخريطة التي انا بصدد عرض جزء منها عمرها لا يقل عن ثلاثة الاف سنة على اقل تقدير ولدي ادلتي على ذلك السورة المعروضة امامكم الان هي مقطع صغير من خريطة صخرية طول الخريطة متر ونصف في متر ونصف طول هذا المقطع الصغير المعروض امامكم الان هو ستة سنتيمتر في ستة سنتيمتر تقريبا مع فروق المليمترات انا بدأت لكم بهذا المقطع بالذات لانني انا بدأت منه بتحليل الخريطة كلها ولانه هو بداية الخريطة للعلم اخوة الافاضل فان معظم تفاصيل هذا المقطع التي ترونها امامكم واضحة الان فانها في حالتها على الخريطة لا ترى بالعين المجردة هذا المقطع يحتوي على معالم وتضاريس موجودة في منطقة الخريطة على الارض الخطوة الاولى كانت عندي هي تحديد معلم واحد على الاقل مهم على الخريطة وهذه الخطوة مهمة لكل محلل للخرائط او دارس للخرائط يجب ان يحدد معلما واحدا على الاقل على الخريطة وتحديد مقابله او مطابقه على الارض هذا المعلم يكون متطابق مع النسخة الحقيقية على الارض يجب ذلك فوجدت هذا المعلم وهو صخرة مسطحة طولها 15 وتسعة بالعشر متر يعني 15 متر وتسعين سانتي ثم حددت معالم اخرى وعندما تم العثور على الصخرة المذكورة التي تمثل الشكل على الصورة ويتطابق معها فقد وجب هنا حساب مقياس رسم الخريطة وهنا تأتي الخطوة الثانية المهمة وهي حساب مقياس الرسم وهذا ضروري جدا جدا تم قياس طول الصخرة على الخريطة لحساب مقياس الرسم لهذه الخريطة كلها بشكل كامل تم قياس طول الصخرة على الخريطة فكان طولها 1 سانتي واثنين مليمتر وبقسمة 15 وتسعة بالعشر طول الصخرة على طول الصخرة على الخريطة ما يقابلها على الخريطة وهو 1 واثنين بالعشر سانتي متر نحصل على ناتج 13 وربع متر وهو معناه أن كل واحد سنتيمتر على الخريطة يساوي 13 وربع متر على الأرض وعلى هذا الأساس تابعنا بدراسة هذا المقطع بعناية ودقة أثرنا على علامة عقرب ملاصقة لهذا الرمز وهي التي ترونها أمامكم الآن في الدائرة طبعا طول هذا الرمز أو طول هذه العلامة وهي العقرب لا يتجاوز 3 مليمتر فقط أو 2 مليمتر وجود هذا الرمز مهم جدا جدا أعني رمز العقرب وبسبب أهميته فتعتبر العلامة المرتبطة به علامة مهمة جدا ويجب التركيز عليها وهي تشكل أحد المفاتيح الرئيسة في حل الخريطة الآن عند محاولة تحديد مميز الاتجاه للعلامة المرافقة للعقرب على الخريطة أثرت على عدد من مميزات الاتجاه فيها وليس مميزا واحدا فقط وهذا ليس غريبا على إشارة العقرب هذه المميزات وهي ثلاثة أو أربعة أعطتني اتجاهات متعددة وهي كما تشير إليه الأسهم في الصورة المعروضة أمامكم الآن بعد التركيز على أحد الاتجاهات تم العثور على صخرة تحمل رمز أقرب يتشابه مع الرمز الموجود على الخريطة وهو ما ترونه أمامكم في الصورة الآن وعندما تم حساب المسافة بين النقطتين على الخريطة وضرب الناتج في 13 ربع متر كانت المسافة على الأرض متطابقة تماما بالأمتار نلاحظ هنا وبهذا الاتجاه من الإشارة رمز جرة كبيرة تقع تحت طور صخري منخفض هذه المعلومات ترين إياها الخريطة نفسها للعلم إخوتي هذه الإشارة من الإشارات المائية إشارة الجرة هذه من الإشارات المائية لأنها لا تظهر إذا لم يكن مكانها رطبا بالماء المسافة على الخريطة بين الإشارة الرئيسة وبين الجرة وبين إشارة الجرة تساوي 2.5 سنتيمتر وبضرب 2.5 سنتيمتر في 13 ربع متر العدد يساوي 33 متر و 87.5 سنتيمتر أي أن الجرة تقع بالضبط عند نهاية مسافة 33 متر و 87.5 متر بالاتجاه نفسه على الخريطة بنفس الاتجاه نلاحظ ارتباط هذه الجرة بجرن مال تم فتحه قديما ممن أراد الله أن يرزقهم وهو موجود على الصخرة الرئيسة في المقطع والتي ذكرتها في البداية هذا الجرن المفتوح موجود على الخريطة وموجود أيضا بالضبط في المكان الذي يجب أن يكون فيه على الصخرة حسب الخريطة وهو هذا المعروض في الصورة أمامكم الآن وترون أنه متطابق تماما مع شكل صورته على الخريطة وحتى علامة التثبيت موجودة في الخريطة أيضا فوقه مباشرة نجد أيضا هدفا آخر مهما وهو دفين جداري موجود في هذا التجويف المثلث الشكل الذي ترونه في الدائرة وترون علامة تثبيته بجانبه كنقطة سوداء وهي تعني جرن جانبي وبمطابقة القياسات تم تحديد مكان الجرن الجانبي والعثور عليه إخوة الكرام هذا غيض من فيض بالنسبة لتحليل هذا المقطع الصغير الذي لا يتجاوز طوله ستة سنتيمتر من خريطة طولها متر ونصف وهذا المقطع ما زال مليئا بالأسرار والعجائب والغرائب مثل النقاط الصفراء التي ترونها فيه وهي مجهولة ووضعت من قبل صانعي الخريط أنفسهم ومثل خبايا أخرى مخفية تحت صخور طبيعية وواضحة جدا في المقطع ومثل أبنية موجودة أيضا ولكن أناقصت عرض هذا المقطع فقط للأهداف التي ذكرتها في البداية وكذلك وكذلك لتأكيد أمر مهم وهو أن الخرائط الصخرية الأثرية حقيقية كحقيقة وجود كل منا وأن الكنوز المرتبطة بها حقيقية ومؤكدة وأن هذه الخرائط تخفي أكثر مما تظهر بل إننا نقف مذهولين عندما نشاهد بناء طبيعيا أو صناعيا على الأرض طوله عشرات الأمتار ثم يكون مجسما على خريط صخرية وطوله لا يتجاوز 2 سنتيمتر أو 3 سنتيمتر على الخريطة وتظهر فيه كل تفاصيل البناء الحقيقي على الأرض حتى شبابيكه وعدد درجات مدخله الرئيسي وهذا شاهدناه فعلا في هذه الخريطة قبل فترة عندما عرضت إحدى الصور المتعلقة بها والتي تظهر صورة بناء أو باب معبد أو قصر وعدد درجاته محددة أمامه أربعة أو خمسة على ما أذكر ما هذه الحضارة العجيبة والراقية التي صنعت مثل هذه الخريطة كم خسرنا بفقدان وضياع العلوم التي أنشأتها هذه الحضارة عندما عندما نرى مع تفاصيلها بإذن الله تعالى تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال ترجمة نانسي قنقر